اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من برنامجكم دافورينا نتحدث فيها عن اسئلة كثيرة تراود الاهلة وتراود السردانين بشكل عام فيما يختص بخيارات المدرب والمدير الفني للهلال فلوران ابنجي خاصة فيما يختص بلاعبي الوسط الناس لم تختلف كثيرا فيما يختص باللاعبين بتاعنا الدفاع حارس المرمى وسلاس الهجوم اللي بيبدأ لكن في ديبيت او في نقاش كثير او عن لاعبي الوسط والبعض بيرى انه هناك في الدكة من هم افضل من الموجودين دي طيب انا حتكلم في حاجتين قبل ما ندخل ليه عمليا الرجل ده ليه اختار كده اولا نود ان نؤكد بان فلوران ابنجي مدرب جيد منتاز عنده مشروع بيقدمه الام مع الهلال وانه هذا المشروع يحتاج الى زمن ويحتاج الى صبر اثنين المشروع من الناحية الفنية مسئولية المدرب وبالتالي هو يضع ويختار يختار اللاعبين سواء القائمة او القائمة الكلية او قائمة المباريات بحسب الاستراتيجيات التي يضعها بمعنى في وجود مدرب لا تستطيع ان تقول انه اللاعب ده افضل من اللاعب لنفترض دلوقتي احنا اه حنختار لعيبة جدد للهلال عايزين نسجل لعبين جدد اذا في موجود مدرب انت لا تستطيع ان تقول والله انا كاذاري او انا كمشجع او انا كمحل الرياضي او انا كايش سجرة اخرى ما دمت انت ليست المدير الفني للمشروع او للفريق لا تستطيع ان تقول انا حاجيب اللاعب الفلان ده لانه والله مثلا صانع لعب او انا حاجيب اللاعب الفلان ده لانه اه مركزي تجيد جدا محور ممتاز وهكذا دي مسئولية المدرد طيب المدرد بيختار بناء على شنو؟ بناء على الاستراتيجات اللي هو عايز لعبها هذه الاستراتيجات غد تختلف عننا احنا كمراغبين او مشجعين او اه مشطاء اي معنى اخر طيب احنا تحدثنا عن اه هذا الاطار قبل كده وقلنا الارقام الموجودة هنا دي دي ما ارقام اه اللاعبين وانما الارقام الموجودة على القمصان دي تعني الملاكز لذلك احنا هنا حنركز على اللاعبين وسط التلاث دي هنعتبر دي طبعا اه التشكيل ده اربعة اه اتنين ثلاثة واحد لكن ما هنشتغل بالتشكيل هناخد السلاسي ده اللي هو رقم ستة مركز ستة ومركز تمانية ومركز عشرة اللي هم دي دايما بمثلوا وسط الملعب وحنحاول نطبق القصة دي على اللاعبين الموجودين في الهلال وفي نفس الوقت على اللاعبين اه اللي بيختارهم اه فلوران ابنج طيب بهذا المفهوم حنتقدم خطوة عشان نشوف اللي استراتيجية زاعة البانو ليها اللاعب فلوران ابنج شنو نفترض انو حينجح مع الهلال او نجح مع الهلال او حيضع مع الهلال العشرة سنين القادمة دي طيب هو داي يوصلنا لشنو تعالوا نمشي لي قدام خطوة ونشوف مع بعض ايها ماذا في جعبة هذا الفلوران طيب اه لو اه 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 كل المدربين الموجودين في افريقيا هنا بيدبعوا مدارس موجودة في اوروبا والمدرسة اللي بيدبع عليها فلوران ابنجي هي المدرسة بتاعة يورغان كلوب يعني يعني علم بياخد بعض الاشياء من اه بيب جوارديولا مثلا او عن شولبتي او اي واحد من ديال لكن الفكر الاساسي بتاعه مبني على فلسفة يورغان كلوب في لعبه اللي هو بلعب بيستند على تلت افكار رئيسية دفاع قوي وحارس قوي لعبونوس يجيدون لعبوا وسط يجيدون اه الضغط العكسي وهنا انا مصر على كلمة الضغط العكسي وبيعرف بالجنجن بريشر اه ده اذا جبنا الاصل الكلمة الالماني لانه اصفه ابتدعو الالمان اه والهولنديين كالعادة و اه او بيسموه الكاونتر اه بريشير برضو او الضغط العكسي وليس الضغط العالي او الضغط المنخفض وداء بيتطلب نوعية معينة من اللعبين ثم هجوم بيعتمد على ثلاثة لعبين اه في الاساس يتميز بالسرعة والمهارات الفنية العالية ماشي لاحظنا احنا بداية من مباراة الترجي رغم انها مباراة الارض انه في وسط الملعب بدأ فلوران ابينجي المباراة بالثلاثة صلاح بقبة الصيني والترتيب ده مهم جدا الترتيب الانا بقوله ده مهم طيب الفكرة ايشنو ليه مثلا ما بدأ بابو عاجلة اللي احنا ندرك تماما انه هو احسن لاعب مركز ستة الان موجود في السودان وانه الفريق القومي الاساسي يعتمد عليه كافضل لاعب رقم ستة وانه في مباريات السودان في اه الاثنين اللاعبين كان هو اللاعب الافضل من بين كل اللاعبين اللي لعبوا حتى مقارنة بلاعبي المنافسين فليه ختاو احتياطي الفكرة الاولى اللي جاد للناس كلها انه ربما يكون هو اه يعني انا شخصيا فسرت بانه مجهد فحاول ان اه يعني مباراة مباراة نظريا هي مباراة الارض فخلاه ينزل لكن لما جاد مباراة النجم وما لعبوا كان في سؤال ليه هو ما لعبوا يعني ما لعبوا نهايي حتى كبديل ما نزلوا يعني طيب شنو الغرض من هذه القصة كان لعبوا من التفكير في هذه المسألة ومحاولة حلها وفي اه اخوان كتار جدا تحدثوا في هذا الموضوع من بينهم حتى اه احد المتخصصين الاستاذ اه 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 عبد محمد ومحل الرياضي متخصص ومفتكر برضو قدم كلام كويز عندي طيب تعالوا نشوف الفكرة شنو طيب دل 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 اه يعني هنا حنتكلم على انه دل اربع لعبين اللي هو انا احنا عملينهم بكور القدم دل ودل ثلاثة يبقوا سبعة ودل قون يبقوا اه تمانية فضلوا ثلاثة لعبين بلعبوا في وسط الملعب انا عايز اسيطر على وسط الملعب اه بتاعنا انه دي منطقة المناورة وعايز مش اسيطر على لها بس كمان امنع المنافس من اللعب لذلك انا كفلوران عايز العب بالضغط العكسي اللي هو بحدد فيه الهدف بتاع الفريغ المنافس عايز العب الكورة لمنه وامنع لعب الكورة ما تصل الهدف بتاعه دي الفكرة الاساسية بتاع تضغط العكسي طيب انا جبت هنا عشان نسحكي للمسألة انه اللون الازرق ده دل خمسة وعشرين لاعب لو حسبتهم اربع خطوط كله خطفي وخمسة اه لاعبين اعفوا عشرين لاعب اربع خطوط اه كله خطفي وخمسة فدل عشرين لاعب العشرين لاعب دل كل واحد فيهم يمثل خمسة في المية منطقة مفروض يتم تغطيتها تمثل خمسة في المية من من مساحة اه 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 نصف الملعب اللي هو ده هنا اه التلتة الاول وده اه التلتة الاخير او الربع الاخير ده الربع الاخير وده الربع الاول وده الربعين اللي في النص اللي هو المفروض يغطوهم لعيب النص عشان يمنع المنافس من انه اه يبني اه الكورة علما بانه انا اصلا حادي بالكورة انا ما هالعب على الاستحواز كفلوران انا هالعب على اه اه قطع الكورة في اقرب مكان يسمح لي بحجمة سريعة جدا لذلك كان الهلال جدا في التلاتة امباريات اه اه تقريبا بيستحوز الكورة بنصف اه الاستحواز المنافس يعني كلهم تقريبا في المتوسط بيعملوا اه حوالي اه خمسة وستين في المية بينما التلاتة فرغا اللي لعبوا مع الهلال بينما الهلال بيعمل نحو تسعة وستين تسعة وثلاثين في المية او خمسة وثلاثين في المية عاية بالشكل ده يعني اذا انا كفلوران هالعب على عدم الاستحواز وليس الاستحواز هالعب على الاستحواز هاضغب اخلي لما انتجي الوقت اه بتاع الفريغ المنافس عايزي لعب الكورة للهدف بتاعه الهدف بتاعه ده هو احد اللاعبين اللي عايزيني لعبوا للكورة اللي حيجيب هدف في مرمى الهلال هامنع القصة ده عن طريق الضغط العكسي طيب يبقى ديل ما لعبين ديل مناطق اللاعبين الازرق ديل ديل مناطق يجيب الضغط على المنافس فيها بحيس ان انا امنع لعبه حيطلقت على المنافس ده باللعبين الثلاثة الموجودين بتاعني بتاعنا النص طبعا في حاجة مساعدة اللي هو الطرفين بنزلوا الجناحين بنزلوا محمد عبد الرحمن نفسه بنزل الباكين بطلعوا فدي حاجات مساعدة لك انا بتكلم دلوقتي لو فرضنا ان المهمة دي بس مهمة تلاتة لعبين بتاعنا الوسط اذا انا عايز تلاتة لعبين بتاعنا الوسط في كل لحظة يعملوا لي الحاجة اللي انا عايزة دي لان انا حشيل الكورة ادى للمنافس وبالتالي عايز واحد يقطع الكورة دي في احسن حدة نجل شو اللعبين اللي بيختارهم بيعملوا شنو هنغير المكان بلون ابيض اللون الابيض معناه انه هذا المكان شاغر بواسطة احد لايب الهلال طيب لو احنا جينا عايزة وعايننا للمنظرة اللي كان موجود كله ازرق بنلقى انه معظمه اصبح ابيض وبالتالي هذه المناطق البيضة دي معناها تم اغلاقه بواسطة لاعب من لاعب الوسط طيب لما انا اختار صلاح او اختار بوغبة كل واحد فيهم براعه لحاله بيغط المنطقة دي اللي هي بيغط لي سبعين الى تمانين في المية من هذه المنطقة خلينا نقول متوسطن نحو سبعين في المية سبعين في المية من هذه المنطقة بيغط او من المناطق المفروضة يغطوها بيغطوها لعبين الهلال دي اي واحد من دين مش التلاتة مع بعض اي واحد من دين بيغطي هذه المنطقة البيضة دي جميل ده ما كده بس ما عايزك تشوف القصة دي بس شوف توزيع المناطق اللي بيغطوا فيها يعني هم موجودين في الخلف وموجودين في وسط الملعب وموجودين في الامام اي واحد من التلاتة دين بيعمل كل الحاجات دي لانو انا عايزك تستوعب الانتشار اللي هو انك تكون موجود في كل هذه المنطقة وفي نفس الوقت كثافة هذا الانتشار وشدته في كل حتة ماشي فيبقى صلاح او بقبة او الصيني اي واحد فيهم بيعمل الجصة دي افضل من حيث الانتشار صلاح يبال بتقول ليك خليك بالك من الترتيب اللي انا بعمله صلاح عادل افضل من حيث الانتشار بقبة بيجي في المرتبة التانية الصيني بيجي في المرتبة التالتة لما تجي تتكلم على الكثافة والشدة بقبة يبقى افضل في الاثنين دي بقبة بيبقى افضل و بيجي صلاح بعده ثم يجي الصيني يبقى الرجل ده لما نختار بقبة كلاعب ما ممكن تغييره كان بناء على علم كان بناء على دراسة طيب هو بيعرف من وين انه بقبة بيغطي القصة به يعني هو كل مرة حيبعد يكتب كذا انه والله بقبة جاء الحتة الفلانية بقبة كان في الاثنين او صلاح كان في الحتة بيعمل كذا ابدا كل حاجة الان بيتم قياسة بواسط اجهزة ولو لاحظتوا لعيبة الهلال و اي لعيبة اخرين يعني قاعدين الان بيلبسوا السدير تحت القميص يعني ده ما ده بيحس ده ده بيتكلم عن الاداء وبكون عارفك انا كمدرب ات بتصلي هاتو حتة يعني ما عم سأله ساي انا بكون عارفك كمدرب ات بتصل وين قاعد تمشي وين في الحتة دي طيب بعرفها كيف بعرفها بما يعرف بي الخرايط الحرارية تعالوا نشوف خرايط اللعيبة دي كيف بيتكون وكيف بتوضح الشكل اللي احنا عملناه ده طيب ده صلاح اللي احنا شفناه ده ده الخريطة الحرارية بتاعت صلاح واللي احنا شفناه اه شفناها في الوضع الفات اي حتة صفرة هنا معناها صلاح ده كان واقف فيها اي حتة صفرة هنا معناها صلاح كان واقف فيها بعدين عايدك تشوف الانتشار يعني اللاعب ده تقريباً غط كل وسط الملعب ثم ملعب الهلال هنا في خط 18 بتاع الهلال وفي خط 18 داخل الصندوق بتاع المنافسين كان موجود وحتى في الطرف اليمين كان موجود وده صلاح عادل ده الخريطة الحرارية بتاعته بتوريك الاماكن اللي زارة اثناء المباراة جميل ما كده وبس الحتة الحمرة هنا كل ما تحمر المسألة بوريك الانتشار والشدة أو عفواً الكثافة بتاع تتواجد في هذه المنطقة والشدة كل ما بيجت المسألة حمراء او يعني مائلة الى اللون الاحمر ده معناه انه اغلب وقته كان موجود في هذه المنطقة ده المنطقة بتاعته الاساسية اللي هو بتحرك فيها ده ما معناه انه ما مشى في كل المناطق الثانية فده صلاح اللي هو من حيث الانتشار في كل الملعب هو رقم واحد من حيث الكثافة والشدة بنلقى بوكبا رقم واحد طيب ده بوكبا بجاء في مبارايتين بتاعت النجم وبتاعت الدرجة وده اي راك تشويس يعني بوكبا المفترع على اللي احنا داعين نشطبه ده اللي ما عايز انه انه غلط اعمل لو هدف جا هدف بدون ما نشوف ان احنا القصة الحاصلة فاشنا يعني بوكبا بحوم موجود في خط 18 بتاع الهلال وموجود قدام المرمر تاع الهلال وموجود في الاطراف وموجود في وسط الملعب وموجود في منعب المنافس طيلة المباراة موجود في هذه المناطق وانا نشوف المناطق الحمراء في بتاعته اكتر من اجي لاعب اخر موجود في الهلال وده بي دلليك على انه كثافة وجوده يعني زون ده اسرع لاعب في وسط الهلال يقابل المنافس اسرع لاعب غلط هو كعب هو شاطر هو لعاب ده موضوع تاني لكن نحن نتكلم عن ناحية العلمية العلم والارقام وكده ما في اي كلمة يعني ما بتقدر تقول هي ما حبه قراهية يعني ما ان احنا بنكره فلان ونحب فلان هي القصة بتاعت اداء وندي جول حقه نقول يالله الجول ده اختياره كان صاح ونقول يالله انه هو الافضل الان في الوقت ده حتى لو نحن بنكره وبعدين ما في سبب من الكراهية لاعب في الهلال يعني تتكره ده يعني يعني ما في سبب يخليك تكرهه اصلا يعني لكن يعني بده في يكون في حديث كتير جدا عن هذا اللاعب وانا افتكلم انه مفترع عليه نفس الجلسة ده المناسبة عمناها السنة الفاتحة الموسم الفاتحة لما نضع اه عيش من ده اطحار الطاهر ضربة الجزاء الدنيا دي كلها بتضيع ضربة نفس ده في كاس العالم خليك في كاس فريغية في كاس العالم ضيع ضربة الجزاء فانت يعني يا جماعة لما نجي يعني نتناقش عن اداء بتاع الشخص في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها ده حقا نكون منصفين غلط نعم بيغلط وبتكرر الاخطاء ده نعم عدم تصحيح الاخطاء ما هو بسا المسؤول عنها مسؤول عنها كمان المدرب الموجود برا لا بد من تطوير اداء هذا اللاعب لانه لاعب جيد فده بقى المفترع عليه افضل اللاعبين من حيث الشدة ومن حيث الكتافة ده عمادة الصيني هنشوف ايضا الطريقة اللي هو ده في مباراة الطرجة هو بيكون موجود وين؟ بيكون موجود في الخلف نادرا ما يمشي ليه قدام ده المناطق اللي بيكون موجود فيها انتشاره انتشاره اقل من صلاح وأقل من بوبا من ناحية الشدة والكثافة هو اقل منهم الاثنين بسبب واحد من انه بيكون موجود في منطقة واحدة لكن هم الباقين بيكونوا انتشارهم افضل منه ودي المشكلة فهو اقل لهم انتشارا واقل لهم كثافة بالنسبة لكل المناطق في المنطقة بتاعته هو موجود بكثرة وما اخد سبعين في المئة يعني ده اللي قدرنا نظهره يعني ما اخد واحد وسبعين في المئة في تغطية المناطق دي دي مسألة ما تفتكروا ها سهلة يعني مهمة جدا تعالوا نشوف نمشي لجدامه نشوف ماذا يحدث طب تعالوا نشوف ابو عاجلة بدءا ما في اي شك انه ابو عاجلة هو افضل لاعب مركز ستة موجود في السودان بغض النظر عن كل اللي احنا بنتكلم عنه ده عنه ده مبني على حسابات مبنية على الاستراتيجية لكن لما نجي نشوف كل واحد فردا 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 بنلقى انه ابو عاجلة افضل لاعب في السودان بيلعب الان في مركز ستة لكن هل انا عايز ابو عاجلة يلعب بنفس الطريقة البلعب بها مع الفريغة القومي السوداني لا لانه ابو عاجلة بيغط المنطقة الخلفية بيغط هنا وجوده في بقية الانتشار بتاعه في البقية صعب لذلك تنفيزه للاستراتيجية اجلة منه اذا عايز ابو عاجلة يلعب تلعب بالطريقة بتاعت كواسابيا اللعب بالضغط المنخفط لما نلضغط المنخفط تلعب به ابو عاجلة رغم واحد نعنى هل بكم موجود هنا بعد يجي الصينة بعدين صلاح بوقب في الحالة دي بيطلع وعشان كده اه بيه ما لعبه لانه بنعب بالضغط المنخفط بنعب في التلتة الاخير هنا انت عايز ابو عاجلة طيب نفس القصة بتاعت ابو عاقلة دي لمن جاء احتاج ليه اه فلوران الهلال غالب اثنين واحد في مباراة الترجي الترجي جاب قومه بدأ يضغط على الهلال عشان يعادل فعايز واحد تحت ما عايز واحد فوق فطلع صلاح صاحب افضل انتشار ودخل ابو عاقلة وانزبط التيم بالعكس ابو عاقلة كان سببا في انه تجيب القون التالي مش كده بس انا بقول ده رأيانا مع رأي فلوران انه التبديل الصحيح في مباراة النجمة الساعلي تطلع ياسر ابو الزمل تناعيب ابو عاقلة وتغير الترتيب بتاعك اربعة اربعة اثنين بدلا من اربعة واحد اربعة واحد كانت ده رأيانا لكن ده ما رأي الرجل كان طمعا في المباراة وكان حاسي انه ممكن يفوز لذلك اشتغل على الهجوم حتى انك الهجاته ما عارف ليه نزل احمد يحي يعني انا شخصيا ما عندي تفسير ليه نزل حنشوف المباريات الجاية لكن احمد يحي يتنزل في الدقيقة اتنين وتزعين وتلاتة وتزعين وانت مغلوب واحد صفر عشان اعمل شنو لو الهلال غالب واحد صفر افهم انت دار تضيع الوقت وانت اه عايز في النهاية مدافع او كده لكن الهلال مغلوب يتداره يجيب لك قنوة يعني مسلا ما عارف ما قادر افسره لكن ده ابو عاقلة ليه عشان كده هو بقدم التلاتة دين على ابو عاقلة طيب ابو عاقلة اعرفنا من وين نشوف طيب دي الخريطة الحرارية بتاعت ابو عاقلة في امبارات بيترو اتلاتيكو وبتوريك وابو عاقلة حصل على ستة وتمانية من عشرة اللي هي تمانية وستين في المية أقل من الاتنين التلاتة اللي فاته وآآ ده ده التوزيع بتاعه ده الطريقة الموجود معظم وقته هنا الكسافة بتاعته موجودة هنا في المنطقة الجدام مركز او زون اربعتاشر ودل انا بقولوا انه لو ابو عاقلة موجود جاكن بيدا ما كان شاءت الكورة اصلا ما ابتصلوا اصلا ما ابتصلوا لانه هو حافظ المنطقة دي كويس ابو عاقلة حافظه حفظ يعني فلذلك شوفوا شوف ذاته كسافة الانتشار بتاعه ضعيف جدا لانه اللون الاصفر باهد السبب في ذلك انه هو بيلعب لي وراه مش بيلعب وراه يعني بيرجع الكورة بعصو وراه لا بيلعب اساسا كمركز ستة كلاسيك في الحتة دي لما نيلعب واحسن لاعب يلعب في المنطقة دي لكن انت لازم عشان تستفيد منه تلعب ضغط منخفض ودي ما السياسة بتاعة فلوران ابنجي فلوران ابنجي عايزي لعب ضغط عكسي وده مختلف تماما دي استراتيجية مختلفة تماما عن الاستراتيجية بتاعة ابنجي من بدل ما قرأتي يعني اثناء الطلاعي يعني على اه اراء الاهلة في ما يختص بالمباراة بعد الهزيمة في ناس كانت بتتكلم على انه المنزر اه ممكن يكون اه افضل من بقبة اه وافضل من اه الصيني اه نرجع تاني للعلم اه ده التوزيع بتاع الصحيح المنزر ما لعب عشان نجيب اه ما يثبت اه طريقته اه في اللعب لكن هو بلعب بهذه الطريقة ده المنزر يعني موجود دايما هنا برضو محتاج لضغط من خفض اه ايضا ما موجود كدام وما لا يستطيع ان يغطي كل هذه المسألة ولو مهما اه يعني عيلت نسبته لن تزيد في ستين في المية يعني مهما عيلت فده ده ده برضو سبب في انه هو ما بيتم اختياره اصلا وده نسألة مهمة جدا يجب ان نضعه في الاعتبار من الاسماء برضو اللي ترددت كثيرا خاصة انه السنة الفاتة او الموسم الفاتة كان احد ابرز اللعبين الاياني هو اباقنا ديفيد اباقنا اللاعب الغاني اللي اه الناس بتسأل ليه ما بيلعب وبيلعب بغبة وصلاح والصيني اه خاصة انه هو قدم قدم نفسه بشكل لا بأس به الموسم السابق يعني طيب ليه ما بيلعب برضو المسألة مربوطة بالاستراتيجية اللي تبناها اه فلوران الاستراتيجية دي ما فيها لاعب اه بتاع اه يعني صانع علعاب بالمعنى الكلاسيكي بضعته وهو ماذا يرد غب ضغطه عالي اه اساسا يعني ضغطه العالي بيعملوا بالسلاس الهجوم ما بيعملوا اصلا بلاعب في وسط الملعب وبالتالي اه وجود اباقنا في الجدام بس وما برجع كتير للخلف بيخلي فيه اشكالية في تغطية الاماكن اللي هو دائرة وبالتالي بيخلق له مشكلة كبيرة بيخلق له مشكلة كبيرة جدا لانه الضغط العكسي محتاج لشي غير اللي في الطريقة اللي بلعب بها اباقنا ودي واحدة من الحقيقات اللي احنا اه كنا بنتكلم فاهمه من رات الطريقة بتاعت اللاعب قد تضيع لاعب وهو كل اسماك عبا اللاعب لكن اه طريقة اللاعب لا يستطيع ان يلعب فيها او ما بيؤدي بنفس الطريقة اه اللي متوقع منه يعني طيب نجل اللاعب الاخير اللي طبعا ما في واحد ما تحدث عنه هو عبد الرؤوف او روفه ليه ما بلعب وهو افضل صانع العاب موجودة الان السبب بسيط جدا انه لا يستطيع ان يلعب بالاستراتيجية اللي بيلعب بها اه اه فلوران ابنج هو لاعب صانع العاب تقليدي تقليدي ده ما معناه انه هو ضعيف لكنه ده ما كانوا بلعب في رقم عشرة بلعب في الحتة دي بس فده ما يعني ده ما بيعمل لورت الضغط العكس اللي هو عايزه طيب لو نحن جبنا روسة وباقنا وعبد الرؤوف مع بعض حنلقى وسطلقى العب ده شوارع لو خطير ايش انه الوحيد الممكن يلائم السلاسة الفوق ده هو ابو عقلة الممكن يلائم السلاسة الفوق ده ويستعان به وممكن يعني الى حد ما نطلع واحد وندخل واحد حتى لو كان جاهز الفرغات بتكون بسيطة جدا اي واحد من ديل اباقنا او ابو عقلة او عفوا اباقنا او روفة او المنزر ندخله مع اثنين من الثلاثة ديل بيخرب الرصة ويخرب الرصة معنى انه ممالاعد جيد لكن انه ما بقدر يخدم الطريقة طيب التطوير بيبقى انه اللعيبة دي عشان تستفيد منها لازم تطوير نفسها وتخدم تشوف المدرب عايز شنو مع معنى ما حاله عبق يعني انا مفتكري انه حتى في المباردة ده الترجل اللاعب فوق روفة كان بس داري جامل الناس سايب يكون في ناس اتكلموا معاو يعني لكن ما بيقدر يغطني والمسافات اللي هو عايزة ما بيقدر يجري مع الناس مشنا انه ما لاعب جيد روفة لاعب كلاسيكا يعني لاعب ده مكانو مكانو يلعب رغم عشرة ده مكانو برضو قصة انه جسمه بليل ولا قصير ما هي المشكلة يعني ما هي المشكلة ما هو كانت مثلا كان اعظم اه محور موجود في فرنسا اه اللي هو انسي يلعب في الاتحاد وكان قصير وزير وفذا يعني ما كتير يعني ما في فريق كبير منه يعني لكن الحركة البتيحة هذا اللاعب طريقة تلعبه اه لتخطية الاستراتيجية اللي عايزة اه فلوران ما حتم فعله وحرجعكم للموسم الفات لما جاب سنجومة سنجومة جابه وفي مباراة من المباريات البتاعة الهنادي اه اه اتكسر وبرضو انتظروا لما نلعب ولعبوا كل المباريات المتبقية ليه؟ لانه بيحقق للحاية اللي هو دائرة الاستراتيجية اللي هو بلعبها انا انا ما بحبه الطريقة بتاعتي اورغان كلوب انا صلاح ده ما بحبه لان انا بفتكيره يعني 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 مثلا لما اي اخدته اخدت اخدت ليفربول كفريق اصيبك من الهلالة ليفربول كفريق و سيتي كفريق بيجد المتعة مع سيتي كورة كثيرة بتتمرحل من تحت ليفوق تلاتين اربعين باص بتتفوز في معظم المباريات يعني ما في اشكالي انا احب الهلالة ليه نحن كلنا بنحب سانداون سمعينه بيغلبنا يعني لانه بيلعب الكورة دي يعني ما كوينة مثلا والمشروع بتاعهم اصلا مبني على افكار بيب جوارديولا لكن مشروع الهلال مبني على افكار يورغان كلاب وبالتالي دي المدرستين مختلفات انت ما حتشوف الطريقة البلعبية الهلال سيتي او في الهلال ما حتشوفها ولا حتشوف نفس اللعبين اللي هي بيعتمدوا على المهارة واللعب القصير ما فيه على الرغم من انه مدرسة الهلالة الاساسية هي مدرسة اللعبة القصيرة الممرحلة اللي بتجي من ورا لها قدامه دي اللي احنا ظن عليها ما يعني لكن ما حتشوفها معه فلوران طيب هل ده معناه فلوران سيئ؟ معناه نحن اوتوماتيك لي بنقول انه يورغان كلاب سيئ وده معها صح ده جوه العملي براغماتيك ودي طريقته في ده مدرسة غايمة بذاتها انا شخصيا ما ما بحبها لكن هل ده يخليني انه مسلا ما اشجع الهلال في مباراته الجاية دي يعني مع انه انا عارف تفكير فلوران كيف ابدا المدرسة دي اذا اتى اذا الهلال اجاده وجاب لعبين جدد برضو حنتكلم عن لعبين الجدد في السواني اي لاعب جديد يجيبه فلوران اذا ما بينفز للخطة دي ما بجيبه وبالتالي مات يعني ما في واحد يفكر انه اه يعني مثلا لو مسكون الهلال ده اجيب لعبين هغير لعبتهم نص كلهم واجيب لعبه بلعبه ثلاثة مراكز بطريقة مختلفة ومهارات مختلفة ده انا يعني ما بفهم اللعب بالطريقة بتاعت الهلال القديمة يعني لكن فلوران لو موجود ما بجيب لعبه بالفهم بتاعك ده انه يجيب لك رغم ما اشي ما داعي الروفة اللي هو احسن لاعب بتاع مركز عشرة يعني في الهلال وفي غير الهلال ما بجيب واحد زي الروفة بها عصلاً يعني هيطلعوا برة هيجيب لعب تاني زي سنجومة يعني مسلاً هو ما يرافض عزيز كيب بتاع بتاع الشباب الشباب. نفسي الفكرة ما بيغطي له. دا داير لعبين يلعبي وسلموا لكنا. وهما داير كده. ودايرة كده تضحرضك. كده زادك تضحرضك. وتغطي المساحات دي كده. ما ما منفع معه عزيسكي. حتى لو جه. فرافضه كلهم شفتم ما افتكر في واحد فيكم يقدر يقول انه والله عايز سكيه مثلا ما لاعب يستحق يعني لكن المشكلة ما فيه يستحق المشكلة هل بيقدر يغطي لي الحاجة اللي أنا عايزة كمدرب ولا لا أنا عايز الهلال ده يبقى ييفربول ببساطة شديدة جدا لو هالسداري غير ياسر مزمن حيجيب لاعب زيه عشان كده جاب جان كلود ده بديلا لليبو لاعب سريع مزعي الميزة الوحيدة فيه المختلفة من لليبو انه متعاون يا ناس لو تلاحظوا هجوم الهلال متعاون مع بعض البعض ماذا يا السنة الفاتحة اتمنى انه انا اكون قد اوضحت واشكر الاستاذ عبدو محمد المحلل الرياضي اللدانا الصور بتاعة صور الحرارية عشان نستعين بها في هذا الفيديو وايضا هو شارح بشكل جيد جدا افكار فلوران انا اتمنى انكم تزوروا صفحة في فيسبوك بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا هذه المرة تحياتي و الى لقاء قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة